بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود في البداية أن نعرض عن خالص تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة في دورتها الحالية بقيادة المملكة العربية السعودية الشغيقة كما يسعدنا أن نشيد بنتائج الزيارات الميمونة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد حفظه الله لدول مجلس التعاون الخليجي والتي مهدت لعقد هذه القمة خير تمهيد وجاءت تطلعاتها وتوجهاتها معبرة ومؤكدة على ما تتولى المملكة الشغيقة من دور كبير لتغريب وجهات النظر ولتجاوز التحديات وتقديم الحلول المطلوبة مع متطلبات مرحلة العمل الحالية وصولا إلى ما نتمناها جميعا لدولنا من رفعة وازدهار وتغارب لا بد منه لتحقيق المزيد من المنعة والاستقرار ولا يفوتنا في هذا السياق من أن نشير إلى حرص مملكة البحرين خلال فترة ترأسها للدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون على متابعة تنفيذ أجندة العمل المشتركة محقنة بذلك الكثير من القطوات الهامة التي تصب في مصلحة عمل المجلس لما يسهم في الارتقاء بمسيرته وبهذه المناسبة نود التأكيد على أهمية الالتزام بمضامين إعلان العلاء الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود وفق جدولاً زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة كافة الأمور العالقة بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظمتين الدفاعية والأمنية وتنسيق المواقف لتعزيز تضامن واستغرار دول المجلس ووحدة صفها وبما يرسخ دورها الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وفي الختام يسرنا أن نتقدم بالشكر والتغدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريق عملها بقيادة أمينها العام معالي الدكتور نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف لما يبذلونه من جهود حثيثة للارتقاء بعمل المجلس وكذلك إسهامهم الواضح في الإعداد لأعمال هذه القمة المباركة وستبغى أمالنا كبيرة للمزيد من الاتحاد بعون الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة